اكدت منطقة مكة المكرمة اصابة شخصين في هجوم جدة احدهم موظف بالقنصلية اليونانية والاخر فرد امن متحدث الرسمي باسم امارة مكة سلطان الدوسري قال ان الجهات الامنية بشرت صباح اليوم حادث اعتداء اثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة نتج عنها اصابة احد موظفي القنصلية اليونانية ورجل امن سعودي باصابتين طفيفتين مصر ادانت باشد العبارات هذا الهجوم الي وقع في مدينة جدة في السعودية مستهدفا بعبوة ناسفة كما ذكرنا مراسم احياء ذكر انتهاء الحرب العالمية الاولى اصفر عن اصابة عدد من الاشخاص من جنسيات مختلفة واعرابة جمهورية مصر العربية في بيان عن صادق تمنياتها بالشفاء للمصابين وتشدد على استهجانها البالغ لهذه الممارسات التي تتبرأ منها الفطرة الانسانية السوية وتؤكد وقفها بجانب السعودية فيما تتخذ من اجراءات لحماية امنها واستقرارها